نحلل ونشخص ونعلق ائتلاف سياسي جديد ينضم إلى لائحة القوى السياسية الرافضة للقانون الانتخابي حراك الخامس والعشرين من يوليو الذي كان يوصف بأنه مقرب من الرئيس قيس سعيد لوح بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة إذا لم يسارع رئيس البلاد إلى تعديل القانون الانتخابي لوضع حد لما يصفه الحراك باستغلال المال الفاسد ومؤسسات الدولة من قبل عدد من المترشحين نحن مشكلتنا مش كانت تسكيات مشكلتنا الناس اللي استعملت المال الفاسد في التسكيات نفسهم مش يستعملوا المال الفاسد في الانتخابات وعلى ذلك إذا كان بشتواصل النسق بالوطيرة ذي وحفاظا مننا على ما صارحنا جويلة رانا أحنا نهدو بمقاطعة الانتخابات هذه التشريعية اللي بيصير في 17 ديسمبر 2022 هذا بالإضافة إلى تدخل لعدة ناس نافذة في الدولة وعدة ناس يعني نافذة من رجال أعمال من كناترية ومن ناس جاية تبيض في الأموال ومن ناس مقربة لرئيس الجمهورية منظمات مختصة بمرقابة الانتخابات كشبكة مراقبون ومرصد شاهد حذرت من وجود تلاعب في جمع التزكية عن طريق استعمال المال وهو ما أقرت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتقادات واسعة لقانون انتخابي تصفه بعض القوى بالإقصائي والمهمش لدور الأحزاب والمرأة في الحياة السياسية 161 معناها برلماني قادم في المجلس الجديد لا نتوقع يعني وجود المرأة بكثافة أو على الأقل الثلث غير مضمون لأن الاقتراع على الأفراد هي التجربة جديدة معناها وما نعرفوش كيفيش تنجم المرأة من خلال 400 تزكية أنها الدور في المقاهي والدور في الأسواق من أجل حصول على التزكيات الرئيس قيس سعيد أقر بدوره بوجود ثغرات في القانون الانتخابي وتعهد قبل أسبوع بإدخال تعديلات عليه لإغلاق الباب أمام موصفه بالمال الفاسد وفي الآن ذاته تعتبر القوى الداعمة لتوجهات الرئيس سعيد أن القانون الانتخابي على علاته يحتروا على إيجابيات كثيرة كإقرار نظام التصويت على الأفراد بدل القوى نحن فرحنا بالقانون الانتخابي هذية وندعو الصلطة المعنية عندما تم العملية الانتخابية بتطبيقه بحذافيره خصيصا في العقوبات الجزائية في الجرائم الانتخابية حتى ما يصل لقبة باردو إلا أن يكون نظيفا يحمل النزاهة ويريد عمل على منطقته خصيصا وهذا هو جزء من البناء القاعد تأخر الرئيس قيس سعيد في أعلان التعديلات التي سيدخلها على القانون الانتخابي وسعت في دائرة الرافذين للقانون لتشمله وانسياسية لطالما عرفت بدعمها للرئيس سعيد أحساب حسمت موقفها في اتجاه مقاطعة الانتخابات فيما تطالب أخرى بتعديل القانون الانتخابي وتجاوز الإشكالات المتعلقة أساسا بنظام جمع التزكية في انتظار أن يحسم الرئيس قيس سعيد هذا الجدل طفيق عيشة الحرة تونس